موسيقى موسيقى في كنف عائلة ترابلسية محافظة ولد الرئيس نجيب ميقاتي في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين طلق دروسه بمختلف مراحلها في مدرسة لسيل فرنسية والتحق بعدها بالجامعة الامريكية في بيروت حيث نال عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين الاجازة في ادارة الاعمال والماجستير عام الف وتسعمائة وثمانين وتابع دراساته العليا في جامعة انسياد في فرنسا وجامعة هارفورد في الولايات المتحدة متزوج من ماي دوماني ولهما ثلاثة اولاد ميرا وماهر ومالك اسس مع شقيقه طاها شركة للاتصالات التي تم دمجها فيما بعد مع شركة ام تي ان العالمية عطاؤه ومحبته للاخر كانت هدفه الدائم فاسس جمعية العزم والسعادة واقتبس اسمها من اسمي والديه عزمي وسعاد وهو يشرف مع شقيقه طاها على اعمالها الخيرية والانسانية والانمائية التي اصبحت من مداميك الحياة اليومية الطرابلسية عمل الرئيس ميقاتي بخبرته على تضييق الهوة بين القطاعين العام والخاص وهو حاليا عضو في مجلس امناء الجامعة الامريكية في بيروت وفي المجلس الاستشاري لكلية هاريس في جامعة شيكاغو بالاضافة لعضويته في المجلس الاستشاري للمجموعة الدولية لمعالجة الازمات ورئاسة منتدى استشراف الشرق الاوسط علاقاته العربية والعالمية زاد يفتخر فيه ويحافظ عليه تولى حقيبة وزارة الاشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و2004 انتخب عام 2000 نائبا عن مدينة طرابلوس عاصمة شمال لبنان حتى العام 2005 حين كلف برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية فاخذ وعدا على نفسه بعدم الترشح للنيابة ضمانا لحياد حكومته التي قامت باجراء انتخابات ديمقراطية وهذه هي المرة الاولى في تاريخ لبنان التي يلتزم فيها رئيس حكومة الحياد في الانتخابات الى حد تخليه عن ترشيح نفسه الرئيس ميقاطي يؤمن بالاعتدال والوسطية لذلك اطلق في العام 2008 منتدى الوسطية في لبنان فكان حجر الزاوية في بنائه وخياره السياسي يعتبر تحديا في اصعب واشد الظروف قبل ان يمسك بيده كرة النار هذه حرصا منه على وحدة وتماسك لبنان ووحدة ابنائه قليل الكلام مفضلا مقولة النتائج بالافعال وبالفعل افعاله كثيرة وبصدر وجها حضاريا واجابيا في خلق تفاعل وتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وكان دعمه لجمعية اندية اللاينز خلال حاكمية اللاين وفا خوري دعما مميزا في مجالات عديدة بداية عرفت سيدة وفا خوري عبر معرفتي بنجلها بسام واكتشفت كم هذه السيدة ناشطة بجدارة بقطاع العمل الاجتماعي والمؤسسات المدنية وخاصة عبر نادي اللاينز كانت حقا اقول اسدى نعم وانس الاسد لها فقط كانت اسدى بكل معنى الكلمة تقطحم الامور بابتسامتها وتنفذ ما اريبها لما فيه مصلحة الانسان اولا واخيرا دون اي تمييز توجه دعمه لجمعية اندية اللاينز بموافقة مجلس الوزراء على اصدار طابع بريدي تذكري خاص بالجمعية تكريما لستين عاما من الخدمة اللاينزية على ارض الوطن شكرا لدولة الرئيس نجيب ميقاتي ولمجلس الوزراء اللبناني خلف تلك الابتسامة الوادعة يقف الرئيس نجيب ميقاتي كرجل صلب لا يتهاوى ولا يخاف ولا يرضخ متواضع لأقصى الحدود وفي الوقت نفسه واثق الخطى يمشي لا يخاف من خياراته لانها دائما نابعة عن مبادئه والحياة بعد كل شيء ليست سوى وقفة عز كلنا للوطن كلنا للعمل لبناني ومطرح مدروح حامل وطنك قلب وروح لبناني ومطرح مدروح حامل وطنك قلب وروح ومنك عطر المشد يفوح عطر طراب كل لبناني لبناني وكل ما بتطل بتوزح حبك عالجل كل لبناني وكل ما بتطل بتوزح حبك عالجل والايدين عليك الدل افق 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 اشتركوا في القناة